أما النرجسي مختلف مش بيصل لدرجات الإزاء القوية اللي بيصلها لهذا الرجل هذا الرجل متلزز بإزاءها لما واحد يقول للوحدة أنا هسامحك لما تحطي جزمتي فوق راسك ويدرب ويشتم ويعمل حاجات دي كلها فبالتالي هنا هو متلزز بهذا الأمر هنا نقدر نقول عليه أنه هو بنتكلم في أن إحنا عندنا شخصية قريب من الشخصية طبعا عشان إحنا برضو ما بنقدرش نشوف الشخصية طب و لما يجي بقى يقول لها أنت بتعتذر لي على الفاضية والمليانة ده بقى نقول له إيه دكتور ما هو إنسان غير متزن ما هو الثاني ده شخصية غير متزنة شخصية حضرك ما تبنيش عليها علاقة نجحة ما تبنيش عليها علاقة زواج وعلاقة حب وخطوبة أنه نحن نقول أنه هو ينجح العلاق فبالتالي هو إنسان غير متزن النهاردة بيعمل أفعال وممكن بكرة يضربها ويشتركها عن عكس الأفعال هل مامتو غير متزنة برضو وده مرض في العيلة ولا ده إيه؟ مامتو زيها زي بعض الأمهات اللي مدللة بإبنها زي أمهات كثير وأنا ما عرفتش تربي أه ما عرفتش تربي إحنا دائما منقول لهم كده لما نتخلفهم ولو ما فاش أساية أدب نحاول نربي لو الوقت بقى ما ترباش نقول له بقى يا جماعة احنا ما عرفناش نربي أعترف إن أنا ما عرفتش ربينا ما عنديش مشاكل قولينا ابني مش متربي بس أنا جايجة أجوزولك وأنا حرة في اختيار يا ده؟ هي عرفت تربي لنفسها بس ما تربيهش للمجتمع ما تربيهش لزوجته هو مواضح إنه هو معي هو موطيع لمامتو موطيع لمامتو مش هنقول إنه هو متجرق عليها ولا بيعقى لا مش ابن عقل وينفذ بالحرف ده كمان الغريبة اللي أنا أراها في القصة إن هي لما تبقى عندهم بينام معها في القوضة وزوجته هي اللي بتنام لوحدها إزاي يعني أنا حتى حاجة من الحاجات حتى اللي هو يقول عليه ابنهم وده وده مش طبيعي؟ شيء مش طبيعي إن أنا أبقى موجود مع زوجتي أخش أنام معها في القوضة وزوجتي تنام لوحدها في الأوقات اللي هي متواجدة في البيت طب لو أنا مثلا عشان زيبت بأخنائها أحيانا لو أنا وحماتي هنركب العربية مين تقعد جنب الزوج قدام؟ لا تقديرا واحتراما هو ساعة طبعا يفضل ليه؟ ليه يفضل الأم أيوان عارفت خايف مني لا لا مش طايف أنا عارفت ولا ليه؟ متأخذينه الأحترام لسا ويفكر لا لا هو تقديروا الاحترام ليه الأم بتقعد قدام لما ده جوزي؟ أما عليش هو هو فيه وبرده ابنها إحنا ما نتتكلمش على الأم دي حالي كنت سألتيني سؤال عام آآ الأم العدي أنا ورجليها ما بتوجعها يا حبيبتي أو فيها شاشة عظام أو أتقعد قدام هشان ترياح رجليها لو بقى إيا بقى صحية أحساب مننا خلاص لو في طراضي والعلاقة كويسة خلاص الزوجة تعال قدام مفروض من الأدب أن الأم هي الأصل ما تفكرش تطلب الطلب ده يعني أنا ما قولها تفضلية أنت وقدي قدامها تقولي لا ما فيش كلام ده زي الحديث شفت أنت قلت إيش دي شياكة آه قلت لما يكون فيه أدب وفيه علاقة طيبة بينهم من بعض أما العلاقات المتوترة فيفضل ما نوترهاش أكتر فيه حاجات كلا لنقول أو طبعا سيبها بقى تعمل ليه عيزيب لا مش تعمل ليه عيزيب يعني في حاجة زي حركة قلت يا دي حاجة بسيطة إنها ما تتدخلش في حياتي ما تتكلمش في انتعاملتي لا بالنسبة لاستشاري علاقات أسرية واجتماعية ديفينيشن أو وصف كلمة ابن أمه تمام يعني ابنه أعمل إزاي ده بيطيعها في أغلب الأمور طبعا بيخليها تتدخل في حياته طبعا ابن أمه هنا مع الزوج طبعا نحرك بتتكلم في العلاقات أسرية واجتماعية على كلامها كلام اللي هي بتقوله بتتدخل في تربية أبناه بتتدخل في علاقته مع زوجته يقول لها إيه ما يقولهاش إيه وإمتى يخرج معاها وإمتى يفسحها وإمتى يجيب لها وإمتى ما يجيب لها هو ده مش بسبب الطلاق اللي بقى يحصل في جيلنا كتير طبعا إنه هو بقى لازق في مامته قوي فبقى شبه مامته فبيتكلم زي مامته يعني إنت هنبص لحد أسر تقول أنت مع إنه ده مفوض يبقى فخر أنت تبقى تربية ستات بس ما تاخدش طبعا الستات لأن أنت راجل تمام من 13 إلى 20% من حالات الطلاق بسبب تدخل الأم فيه أو الأهل عمتا من ضمنهم أغلبهم الأم فيها الحياة الزوجية بهذا الأمر فعندنا قتلت لأسف خمسة أكشف بقى اشتركوا في القناة